بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم أعزائي وأصدقائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء متجدد على معدة اللغة العربية وتحديدا في مادة لغتي للصف الأول التعليم المستمر من هذا الفصل الدراسي الثاني أهلا ورحمة بكم يا حبتي في ختام الحروف الهجائية حروف الهجاء التي نعرفها ألف با تا ثا جيم حا خا تا وكل هذه الحروف يا حبتي التي سبق أن عرفناها درسناها منذ بداية هذا العام الدراسي في الفصل الدراسي الأول وأكملناها في هذا الفصل الدراسي الثاني وقد وصلنا الآن إلى ختام هذه الحروف الهجائية مع الحرف ه هذا هو الحرف يا حبتي ها أحد حروف الوحدة الرابعة وحدة وطني كل هذه الوحدات السابقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة كانت تحوي الحروف الهجائية بدأنا بالحروف ذات الشكل الواحد ثم انتقلنا إلى الحروف التي لها شكلين مختلفين شكل في أول الكلمة وشكل في آخر الكلمة ثم انتقلنا يا حبتي في الوحدة الثالثة كذلك إلى نفس هذه الحروف التي تحتوي على شكلين وفي الوحدة الرابعة التي نحن فيها الآن وفي ختامها تعرفنا على ثلاثة حروف هذه الحروف كل حرف من هذه الحروف له ليس شكل وليس شكلين بل له أربعة أشكال مختلفة له شكل في أول الكلمة وله شكل في أثناء الكلمة وله شكلان في آخر الكلمة شكل إذا كان متصلا وشكل إذا كان منفصلا هذا هو الحال ينطبق على ع وغ وعلى الحرف ه الذي نحن الآن في آخر دروسه كما يظهر أمامكم هذا هو الدرس السادس من دروس هذا الحرف الحرف ه وبه نختتم الحروف الهجائية وبإذن الله نختتم هذه الوحدة الوحدة الرابعة وبإذن الله عز وجل سيتبقى لدينا وحدة خامسة سوف نبدأها بإذن الله عز وجل بعد أن ننتهي من التقويم التجميعي إلى هذه الوحدة الرابعة سوف نبدأ بمشيئة الله في الوحدة الخامسة التي تحوي فقط درسين تعنى بالجانب القرائي وكذلك فهم النص وكل هذا سنتعرف عليه بمشيئة الله في حينه بإذن الله ولكن الآن دعونا يا حبتي نراجع سريعا ما سبق أن تعرفنا عليه مع الحرف ه ففي الدرس الماضي بارك الله فيكم أو في الدروس الماضية وتحديدا يا حبتي كما يظهر أمامكم في الدرس الثالث كما يظهر لنا في الأعلى في صفحة مائتين واثنين وعشرين قرأنا وتعرفنا على هذه الكلمات كما ترون يا حبتي الكلمة الأولى من يقرأها يا حبتي دعونا نقرأ هذه الكلمات قبل أن نبدأ درسنا حسنا من يقرأوا لي هذه الكلمة أحسنت بارك الله فيك هنا 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 وهذه الكلمة من يقرأها لي تفضلي بارك الله فيك نعم الهواء الهواء أو الهواء الهواء أهم شيء أن الحروف تنطق بشكل صحيح أما الحركة الأخيرة فهي كما تعلمون متغيرة لذلك وضعت هنا الحرف الأخير وضع بلا حركة الهواء الكلمة الثالثة من يقرأها؟ أحسنت بارك الله فيك نعم زاهية 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 نعم بارك الله فيكم رائعون الكلمة الرابعة أحسنتم هناك هناك نلاحظ يا حبتي ماذا فعل هذا الحرف لأذهاننا كذلك عندما أقول لك هنا فإنه يتبادل إلى ذهنك شيء قريب أم بعيد عندما أقول لك هنا قريب أم بعيد أحسنت بارك الله فيك يتبادل إلى ذهنك أنني أعني الشيء القريب فأقول لك أقعد هنا وبدون إشارة فأقول لك أقعد هنا فتنظر إلى جانبك ولكن عندما أقول لك أقعد هناك لاحظوا الحرف الك ماذا أحدث للكلمة وكذلك للفهم والاستيعاب يتبادل إلى ذهنك مكان قريب أم بعيد هناك أحسنت مكان بعيد فهذا هو الفرق وهذا هو ما يميز اللغة العربية في بلاغتها ومعانيها هنا مكان قريب هناك مكان بعيد نعم أحسنتم إذن هناك والكلمة الأخيرة هي كلمة ألهو في كل هذه الكلمات الخمس تعرفنا على الحرف ه سواء في أول الكلمة أو في أثناء الكلمة أو في آخر الكلمة ففي كلمة هنا وكلمة هناك أتى الحرف ها في أول الكلمة في كلمة الهو وفي كلمة أل هو أتى حرفها في أثناء الكلمة وفي كلمة أحسنتم في كلمة نعم وفي كلمة زاهية تحديداً لاحظوها بارك الله فيكم الحرف هأأتى في أثناء الكلمة ولكنه أتى بشكله في أول كلمة لماذا؟ أحسنتم لأنه أتى بعد الحرف أ ودائماً يحبتي الحرف أ لا يتصل بحروف التي تأتي بعدها كذلك الحال مع حرف ز حرف و نلاحظ أن هذه الحروف لا تتصل بالحروف التي تأتي بعدها حسناً والآن يا حبتي نفتع على الصفحة المطروبة صفحة 225 في هذه الصفحة يا حبتي سوف نتعرف على هذه الكلمات التي يلقصها الحرف هأ المطلوب مننا ما هو كتابة الحرف هأ في موقعه وبشكله المناسب الصحيح فإذا كان الفراغ في أول الكلمة نرسم الحرف هأ بشكله الذي يأتي في أول الكلمة وإذا كان الفراغ في هذه الكلمة في أثناء الكلمة ننفذ المطلوب وإذا كان في آخر الكلمة ننفذ المطلوب ثم بعد ذلك نقرأ هذه الكلمة التي تظهر أمامنا وعند قراءتنا لهذه الكلمة نكتب الحركة المناسبة لصوت الحرف ه عندما ننطقه حيا بنا يا حبتي لكتابة هذه الكلمات سأخصص لكم ثلاث دقائق لتنفيذها ألا وهو وهي أول شيء أريد منكم يا حبتي كتابة الحرف ه ثانيا قراءة الكلمة ثالثا كتابة الحركة الصحيحة لحرف ه في هذه الكلمات إذن ثلاث دقائق يا حبتي ثم نعود لتقييم أنفسنا ذاتيا هيا بنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حسنا يا حبتي انتهى الوقت المخصص لتنفيذ هذا النشاط ألا وهو كتابة الحرف ه بشكله المناسب في الكلمة ثانيا نطق الكلمة ثالثا عند نطقنا للكلمة كتابة الحركة المناسبة للحرف ه ففي الكلمة الأولى يا حبتي نلاحظ يا حبتي الحرف ه في هذه الكلمة الأولى الفراغ أتى في أثناء الكلمة ولكنه أتى بعد حرف أ فنكتبه بهذا الشكل لاحظوا بارك الله فيكم ونصيله بما بعده نلاحظ يا حبتي كيف كتبنا الهاء هنا كتبناه كما أنها في أول الكلمة نقرأ الكلمة الآن الأمر الآخر نقرأ الكلمة ماذا نقول؟ نقول هذه الكلمة هي زاهية زاهية ما الحركة المناسبة لصوت الهاء هنا؟ زاهية زاهي زاهية زاهية ما برأيكم الحركة المناسبة لصوت الهاء هنا؟ بارك الله فيكم حركة الكسرة هي لم نقل هاء لم نقل هو رائعون بارك الله فيكم إذن نرسم الحركة المناسبة لا وهي حركة الكسرة أحبتي لا بد أن تكون الحركة مناسبة لصوت الحرف عندما ننطقه مثلا هنا نطقنا الهاء في كلمة زاهية بصوت الكسرة زاهي هي فنرسم يا حبتي الحركة الكسرة لا نرسم الفتحة ولا الضمة كذلك الكلمة الثانية الهاء هنا أتى في أثناء الكلمة نلاحظ الفراغ في أثناء الكلمة متصلا بما قبله وبما بعده إذن كيف نكتبه بأي شكل؟ بهذا الشكل نصله بما قبله نرسم الدائرة السفلية ثم الدائرة العلوية ثم نصله بما بعده نقرأ هذه الكلمة هذا هو الأمر الثاني المطلوب منا هو قراءة الكلمة نقرأ هذه الكلمة هي كلمة ماذا؟ نعرفها جيدا مرت علينا سابقا أحسنتم كلمة الهواء 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 حسنا صوت الهاء هنا ميزوه معي واختروا الحركة المناسبة لهذا الصوت الهواء الهاء الهاء ما الحركة؟ بارك الله فيكم حركة الفتحة إذن نرسم الحركة المناسبة أعلى الحرف وهي حركة الفتحة الهواء حسنا في الكلمة الثالثة الفراغ أتى في أول الكلمة فنكتب الهاء بأي شكل؟ بهذا الشكل أحسنتم لاحظوا الدائرتان ونصلها بما بعدها حسنا الآن نقرأ هذه الكلمة هذه الكلمة التي ترونها أمامكم هي كلمة ماذا؟ كلمة هنا هنا لاحظوا معي بارك الله فيكم صوت الحرف هاء واختاروا الحركة المناسبة هنا 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 ما حركة المناسبة صوت هاء هنا رائعون إنها حركة الضمة هو هو رائعون بارك الله فيكم إذن نرسم الحركة فوق الحرف هنا إذن كما ترون أمامنا نفذنا هذا النشاط عزيزي بإمكانك الآن أن تقيم نفسك ذاتيا إن كنت رسمت الهاء بهذا الشكل ورسمت الحركة بهذه الطريقة فضع لي نفسك علامة صح وكذلك الحال ينطبق على الكلمة الثانية والكلمة الثالثة والآن دعونا ننتقل إلى النشاط الأخير والختامي في هذا الدرس ألا وهو النشاط السادس حسنا يا حبتي كما ترون بارك الله فيكم لاحظوا معي أقرأ النص إذن هنا يا حبتي سوف نقرأ هذا النص هذا النص القرائي سوف نقرأه سويا بمشيعة الله أريد منكم يا حبتي أن تتعاونوا معي لقراءة هذا النص كالمعتاد في البداية نظرة سريعة بأبصارنا على كلمات هذا النص بدون تحريك الشفاء فقط انظر ببصرك على كلمات هذا النص سريعا لن نسترق الأمر منك سوى دقيقة واحدة أو أقل حسنا الأمر الآخر يا حبتي الآن بعد انتهينا من القراءة البصارية السريعة هو المرور على هذه الكلمات ووضع خط أسفل الكلمات التي مرت علينا سابقا سواء مرت علينا في هذا الدرس أو مرت علينا سابقا نلاحظ يا حبتي هنا في أول جملة أول سطر لدينا كلمة قالة بالتأكيد أنكم تعرفونها جيدا فقد مرت علينا كثيرا وكذلك كلمة فواز طبعا دائما يا حبتي أقول لكم يختلف الحركة الأخيرة فهنا فواز أتى بحركة تنوين الضم حسنا كذلك في السطر الثاني كلمة طيارة ورقية ألوانها زاهية ألهو مرت علينا كذلك بها مع كذلك يحملها الهواء بعيدا هنا هناك أصبح تصنت بها سأصبح كذلك طيارا إن شاء الله أرفع اسم بلادي كل هذه الكلمات يا حبتي مرت علينا سابقا وبالتأكيد أنكم تعرفون ربما كلمات أخرى أنا لم أضع أسفلها خط ربما بعض هذه الكلمات التي أسفلها خط قد نسيتموها والطريقة سهلة طريقة طريقة سهلة لتذكر قراءة هذه الكلمات ألا وهي تهجأ حروفها حرفا حرفا في البداية قبل أن تقرأوا شيئا سأقرأ أنا وأريد منكم يا حبتي التركيز البصري والسماعي بصريا على شكل الكلمة التي أقرأها فسوف أحدد بالقلم الضوئي عليها وسماعيا بالتركيز السماعي لصوت وقراءة هذه الكلمة لأننا في المرحلة الثانية وبعد أن أنتهي من هذه القراءة سوف أقرأ وترددون خلفي في المرحلة الثالثة سوف أتيح لكم الفرصة لقراءة هذا النص لوحدكم وبإمكانكم فعله بعد أن تستمعوا ثم تشاركوا وبإمكانكم أن تقرؤوه بإذن الله هيا بنا يا حبتي سريعا ركزوا معي بارك الله فيكم قال فواز صنعت بيدي طيارة ورقية ألوانها زاهية أله بها مع رفاقي فيحملها الهواء بعيدا وتطير هنا وهناك عندما أكبر سأصبح طيارا إن شاء الله وأرفع اسم بلادي عاليا حسنا الآن رددوا خلفي بارك الله فيكم سأقرأ وأنتم ترددون خلفي سأقرأ يا حبتي تقريبا كلمتين كلمتين هيا قال فواز صنعت بيدي طيارة ورقية ألوانها زاهية أله بها مع رفاقي فيحملها الهواء بعيدا وتطير هنا وهناك عندما أكبر سأصبح طيارا إن شاء الله وأرفع اسم بلادي عاليا لاحظوا بارك الله فيكم أنني هنا عند هذه الجملة فيحملها الهواء بعيدا قرأت ثلاث كلمات وأردت منكم أن تقرأوا ثلاث تردد ماي ثلاث كلمات والسبب هنا لماذا أن المعنى لا يختلف عندما أقول فيحملها الهواء وأقف هنا ثم أقول بعيدا وتطير ثم أقول هنا وهناك يصبح الكلام غير مفهوم ولكن عندما أقول عندما أقول فيحملها الهواء بعيدا حسنا انتهى معنا من معاني هذه الجملة وانتقل إلى معنا آخر فأقول وتطير هنا وهناك فيحملها الهواء بعيدا ثم بعد ذلك حدث آخر يحدث ألا وهو أنا تطير هنا وهناك إذن يا حبتي بارك الله فيكم نراعي هذا الجانب في قراءتنا مستقبلا ألا وهو جانب أين نقف في قراءتنا متى نقف لالتقاط النفس ولكن الآن أريد منكم بارك الله فيكم في هاتين الدقيقتين أو ثلاثة دقائق أن تقرأوا هذه الكلمات وهذه الجمل حسنا ثلاثة دقائق بمشيئة الله لقراءة هذا النص ثم نعود يا حبتي هيا بنا شكرا 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 حسنا يا حبتي انتهى الوقت المخصص لقراءة هذا النص وبذلك يا حبتي نكون قد انتهينا من الحروف الهيجائية بحمد الله شكرا لكم لتفاعلكم شكرا لكم وأتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم المرحلة المقبلة يا حبتي كذلك مهمة جدا ألا وهي تطبيق ما تعلمنا من أصوات لهذه الحروف من أشكال لهذه الحروف سوف نقرأ نصوصا نصوصا قرائية تحوي هذه الحروف بالتأكيد أن الكلمات وهذه النصوص أكيد أنها تحوي هذه الحروف وهذه الحروف يا حبتي تكون كلمات تكون جمل وهذه الجمل وهذه الكلمات هي التي سنأخذها بمشيئة الله ونتعرف عليها في بدءا من الوحدة الخامسة الوحدة القادمة بمشيئة الله شكرا لكم أتمنى أن تكونوا استفدتم استمتعتم شكرا لكم لتفاعلكم لتعاونكم انتهينا بحمد الله كما تعلمون من هذه الحروف الهجائية سيكون لدينا بإذن الله عز وجل درسين قادمين حول تقويم ما تعلمناه في هذه الوحدة الوحدة الرابعة قبل أن ننتقل يا حبتي ونبدأ وحدتنا الخامسة بمشيئة الله عز وجل شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته